أطفأوا أنوار يافطات محالهم التجارية لتخفيف عبء فاتورة الكهرباء وفرق أسعار الوقود وسط ركود السوق وضعف القدرة الشرائية كما أخبرنا تجار الوسط التجاري في جبل الحسين نحن بالنسبة للكهرباء اتفاقنا نطفي الكهرباء والأفطات الخارجية احتجاج على رفع أسعار الوقود وأسعار الوقود هي تبالغ بمبالغها بشكل كبير جدا على كل القطاعات المحلات والتجارية والبيوت كاملة الأمر بات غير مجد وسط زيادة الأعباء على التجار الصغار فباتت زيادة الفواتير والضرائب تنهكهم كتلة الإصلاح النيابية ممثلة بالنائبين صالح العرموطي وديم طهبوب قاصدت هؤلاء التجار واستمعت لشكواهم ومطالبهم لبحثها مع الحكومة أملا في التخفيف من معاناتهم بالأمس عبر هؤلاء التجار عن الضائقة الاقتصادية التي يمرون بها وقطاعات أخرى قد تنضم إلى قائمة المتأثرين لا سيما وإذا أقرت تعديلات قانون الضريبة فرق أسعار الوقود كما أفاد عدد من التجار تشكل ثلث قيمة الفاتورة وليست وحدها المشكلة فالقطاعات التجارية ستتأثر بجملة السياسات الاقتصادية لحكومة الرزاز والتي تؤثر بمجملها على الاقتصاد الوطني برمته فرقت معانا نسبة لا يقل عن 30% وهذا الإشي صار كلياته بأثر على معدل الربح وصار بأثر علينا رفعة الديزل الأمور صارت كلياتها بارتفاع وغلى ويعني بصراحة هذا الإشي راح يخلينا الحلول اللي إحنا نخففه شوي من الموظفين حتى لو أنه فعليا الحكومة بدأت تحسب الفرق الأسعار الوقود فعلي غير صحيح فاتورة بتجيك أنت يعني بعض المحلات هون فاتورتها تقريبا بتيجي 1200 1500 1400 الكهرباء بتلاقي فرق أسعار الوقود 300 دينار يعني الفرق عالي جدا لو بدك تيجي تحسبه ككمية استهلاك من الكهرباء وشو النسب اللي بدأتين حسب عليك على فرق أسعار الوقود بيطلع أقل منهم اللي حاسبينهم مطالب هؤلاء التجار تنحصر في ثلاثة أمور تسهم في حل المشكلة على حد وصفهم الحلول اللي منطلبها من الحكومة إلغاء بند فرق أسعار الوقود تماما وعدم أنك ترفع أسعار الكهرباء من هون لخمس سنين وقف لأنه أو أي كلفة جديدة ما بتستحمل القطاع التجاري أي كلفة جديدة في اشتراكات الضمان الاجتماعي اشتراكات الضمان الاجتماعي برضو باهظة جدا يعني بيصير علينا أقصات ما بنيقدر ندفعها ما في سيولة أصلا ما في سيولة ندفعها بتيجي على ضريبة المبيعات بتكون بيع بس ما ضل في البنك معك رصيد دفعته رواتب دفعته كهرباء دفعته جرمحة ما ضل معك فبسير عليه غرامات تأخير احنا بنطالب غير الاقتراحات بنطالب بإلغاء فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء يعني هذا عبئ جديد على المواطن المواطن يا جماعة مش متحمل يعني سواء المواطن أو التاجر أو الطبيب أو المهندس يعني بشكل عام كل أي صنف من أصناف المجتمع الأردني مش متحمل هاي الأعباء سواء الفقير أو الغني يعني هذه نقطة فرق أسعار وقود بعدين فيها تلاعب كثير نقطة فرق أسعار وقود على فاتورة الكهرباء فيها تلاعب ومش صحيحة لذلك احنا بنطالب أن هذه النقطة أن فرق أسعار وقود تلتغي نهائيا كما كانت ترجع فاتورة الكهرباء كما كانت سابقة في نقطة ثانية يعني أنا حابة أني أتطرق إلها اللي هي ضريبة المبيعات ضريبة المبيعات كانت قديما ثمانة في المية وسط هذه الضغوط على المواطن والقطاعات التجارية على حد سواء هل تدرك الحكومة والمشرع الأردني ما سيزلبه تحميل هذه الأعباء على المواطن والاقتصاد الأردني؟ لعلى الأيام القليلة القادمة تجيب عن هذا التساؤل